يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين اهلا وسهلا بكم في برنامج القصة البرنامج اللي نتكلم فيه عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم افلامهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الاخير في منتدى اليوتيوب رح يكون الممثل العظيم جدا هيث ليجر اول ممثل فاز بجائزة الاوسكار عن دور في فيلم يتحدث عن ابطال خارقين الجوكر ماستر في لعبة الشطرانج وفشل في هزيمته جميع اهله واصدقائه لاعب محترف في لعبة الهوكي الارضية متزلج فنان في رياضة ركوب الامواج ممثل كبير مخرج مصور ومنتج واب لطفله جميلة اسمها متيلدا هيا تعالوا وخلونا نتكلم عن هيث ليجر وقبل ما نبدأ لا تنسى الضغط على زر الاعجاب لانه جدا مهم وبساعدني كثير واشترك في القناة لو ما كنتم اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول وتعال تابعني على سناب شات لمزيد من السوالف والقصص والتوصيات وباقي حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي برضو كلها بنفس الاسم وجيه أوتو غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه ويلا نحكي قصة هيث ليجر منذ نشأته وحتى وفاته المأساوية هيث اندرو ليجر أو مثل ما كان ينادوها اصدقاؤه هيثي وهو ممثل ومخرج ومصور استرالي من مواليد 1979 وبالتحديد في اليوم الرابع من شهر ابريل وعاش الى سنة 2008 هو من ثم فارق الحياة للأسف وراح نتكلم عن هذا الجزئية بالتحديد في نهاية الفيديو ام هيث اسمها سالي وكانت تشتغل كمعلمة لغة فرنسية وابوه كيم ليجر كان يشتغل كمهندس وبرضو سائق سيارات سباق وهيث هو الاخ الوحيد لثلاث اخوات اوليفيا واشلي وكيت ولد هيث ليجر وعاش طفولته ومراهقته في مدينة بيرث في استراليا درس وتعلم فيها اشياء كثيرة وكان انسان متعدد الهوايات كان لاعب محترف في الهوكي الارضي وكان لاعب شطرنج برضو محترف وبرضو كان يركب الامواج او يتزلج على الامواج واذا كنت تعتقد ان الفلوغر صنعهم اليوتيوب احب اقولك انه هيث ليجر فلوغر من يوم كان عمره 15 سنة مرة زمان من قبل ما يكون فيه شي اسمه يوتيوب الكاميرا معاه 24 ساعة وكان يصور كل شي يسويه تقريبا في حياته وفي فيلم وثائقي اسمه I am heath leger تم انتاجه بالاستعانة بالفلوغات اللي صورها بكاميرته وثائقي جدا ممتع وثري ومؤثر برضو انصحكم جدا تتابعونه هيث لما كان طالب في المرحلة الابتدائية وبالتحديد في سن العشر سنوات يدر انه يشارك فيه مسرحية مدرسية لشخصية بيتربان شخصية معروفة مين ما يعرف بيتربان ولعل هذه المشاركة هي اللي كشفت له عن مهارته وحبه للتمثيل مشارك بعدها في اعمال استرالية بسيطة لما كان صغير اعمال كانت تعرض على التلفزيون الاسترالي ولكن ما كانت ذات قيمة واضحة غير انها سمحت له انه يمارس التمثيل لا اكثر ولما وصل للمرحلة الثانوية وبالتحديد في سن 17 سنة بدأ يأخذ دروس في الدراما والتمثيل المسرحي وهذه السنة بالتحديد لما كان عمره 17 سنة كانت السنة اللي غيرت كل شي في حياة هيث ليتجر وبنرجع لهذا النقطة بعد شوية من اكثر الاشياء اللي نعرف فيها هيث انه كان شخص جدا طيب ومحبوب من اللي حوالينه انسان خدوم جدا وحيوي جدا وبمجرد ما يروح اي مكان يحولوا الى عالم يعج بالطاقة الايجابية والمرحة يعمي شركات الانتاج لما كانوا يصوروا معاه في مكان معين العادة يستأجرون للممثلين ولطاقم العمل فندق ولكل شخص في فريق العمل يستأجروا لغرفة او جناح او ايا كان وفي كل مرة تلقى هيث ليتجر مجمع كل طاقم العمل في الفندق من ممثلين ومن مصورين وغيره ويجيبهم الى غرفته في الفندق ويقلبونها بارتي وفلة وناسا كان اجتماعي بشكل اكثر من اللازم لدرجة بيته في لوس انجلوس كان مفتوح بابه للكل اذا قدرت توصل لبيته حياك البيت بيتك يا حبيبي ترى من جد ما امزح بيته كان زحمة بشر حتى لما كان يسافر من مدينة الى مدينة ثانية او لما يروح يصور افلام في مدينة ثانية كان يترك البيت لاصحابه البيت بيتكم يا جماعة عيشوا ناموا خذوا راحتكم مرة لا تشيلوا هم وبالرغم من كل كمية اللطافة اللي كان يتميز فيها هيث الا انه كان انسان جدا حازم وشخصيته قوية بل انه ابوه وامه كانوا يعجزون معاه في بعض الامور ويستسلمون له كان انسان شجاع وواضح جدا ولا يهتم لاراء الناس من حوله ما يستحي من قوله الحقيقة لاحد ولا يجامل اي احد برضو كان معروف انه كان قوي بدنيا مع انه مش باين بس يقولك اذا نزلت معاه راس براس يهويلك ويا زوادليتك حتى 13 المهم خلونا نرجع الى جزئية لما وصل عمره 17 سنة ولما بدأ يدرس في مجال الدراما وقبل ما يتخرج من المرحلة الثانوية في هذه الفترة هيث خلاص عرف انه لازم يصير ممثل او لازم يدخل مجال السينما باي شكل من الاشكال فراح الى صديق طفولة تريفور دي كارلو وقال له ايش رايك نمشي على العاصمة سيدني تريفور قال له طيب والمدرسة ترى لسه ما تخرجت ايش بك وحش قال له هيث ما عليك خلي المدرسة تولي انا بروح سيدني وراح اصير ممثل هناك مهما كلف الامر تريفور قال له يا ابنى الحلال تعود منك انت متأكد انت صاحي ترى الموضوع ما هو لعبة هيث قال له يا ابنى حانا متأكد ونص بتيجي معايا ولا تراني بروح لحالي انا قلت لك لانك صديق طفولة لا اكثر تريفور قال له يا عمي كدام احنا ويش ورانا وبالفعل شيل سيارة يا مدير وعلى سيدني مشينا المشكلة مش هنا المشكلة ان هيث وصديقه لما وصلوا الى هناك او لما راحوا الى سيدني ما كان معاهم الا شوية دولارات مبلغ تافه حرفيا متجهين للمجهول يمكن تضبط يمكن ما تضبط ومن لحظة وصولهم الى سيدني وبسبب مهارات هيث الاجتماعية وقدرته على الاختلاط بمنحوله بشكل سريع قدر انه يقدم على اكثر من تجربة اداء ولحسن حظه على طول جاته فرصة للظهور في فيلم استرالي اسمه بلاك روك تخيلوا تروح الى وجهة معينة فجأة تصير ممثل على طول ما في لعب الولد جاته فرصة وين جاته فرصة هو اللي صنع فرصته بنفسه ومن هناك انطلقت مسيرة هيث ليتجر في التمثيل وبدأت تجيه العروض بشكل مستمر وفي نفس السنة الاولى له في سيدني شارك في كم حلقة من مسلسل اسمه هوم اند اوي بدور بسيط جدا وفي نفس السنة شارك في فيلم اسمه باوس برضو بدور بسيط جدا وفي نفس السنة برضو شارك في مسلسل اسمه رور او زئير بس هذه المرة كان الدور من بطولته تخيلوا كل هذا تقريبا في اول سنة له في سيدني يقلع ام القوة يا شيخ عن اي انجاز وعن اي بداية احكي لكم تلكم يا جماعة الولد مر الهلوب وكان يعرف كيف يصنع فرصته بنفسه وين ما يروح المهم اثناء تصوير هذا المسلسل اللي اسمه رور من بطولته تعرف على ممثلة اسمها ليزا زين وكانت اكبر منه بعشر سنوات تقريبا ما هو مذكور اذا كانت بينهم علاقة ولا لا ولكنه كان مرة يحبها ويحترمها وهي تبادل نفس الشعور طورت معرفته فيها والبنت كانت ممثلة وعندها خبرة يعني افضل منه وشاركت معاه كثير من خبراتها وتجاربها في السينما وساعدته انه يطور نفسه في مجال التمثيل وفي نهاية سنة 1997 قالت له ايش رايك تجي معايا على هوليوود منها تطور نفسك وتبدأ تخش على الشغل الثقيل سيبك من الشغل اللي هنا في استراليا واحنا نتكلم عن مين يا جماعة عن هيث ليجر ما عندهوش ريوس ما يعرف يرجع على وراء ما في الا قدام قال لها هوليوود مشين انا ويش ورايا وبالفعل شال نفسه هو وصديقه تريفور مع ليزا واقرب طياره على هوليوود وصل الى هوليوود وسكن هو وصديقه تريفور في بيت بسيط وبدأ يشوق طريقه في هوليوود وفي سنة 1999 جاله واحد من اصدقاء صديقة ليزا يعني واحد كده واصل وعنده علاقات سينمائية وقال له اسمع عندي لك دور ثانوي حليوة في فيلم كوميدي ورومانسي جديد وهذا يا حبيب السكريب تبعه احفظ دورك الثانوي في هذا الفيلم وبكرة روح سوي تجربة الاداء يذ قال له ثانوي انا تبغاني امثل دور ثانوي لا يا حبيبي انا لن ارضى الا بالرئيسي الادم يقال له والله يشوف المطلوب حاليا دور ثانوي لا فاشوف الانت اللي ناسبك يعني اذا عاشبك كل الله ما ادري شا اقول لك يذ قال له اوكي هاتا النص ويعطيني موقع تجارب الاداء يذ حفظ النص حق بطل القصة ما حفظ حق الدور الثانوي اللي هو مطلوب فيه حفظ النص حق بطل القصة ورتب نفسه وعلى تجربة الاداء يلا ولما وصل الى هناك قال له انت جاي عشان الدور الثانوي صح قال لهم لا انا جاي عشان الدور البطولي وحافظ نص الدور البطولي وكل شي تمام الجماعة في اللجنة شافوا ثقته بنفسه وقوة شخصية وكذا وظهوره وعجبوا فيه قال له اوكي ورينة واش عندك يا ابو شخصية بطولية انت خلص تجربة الاداء هيث ليتجر من هنا ورجع الى صديق ليزا ومعها عقد للقيام بالدور البطولي اقوى من كذا ما فيش لا حد يقول لي انه فيه اقوى من كذا ما انا عارف مين اللي كان مترشح للدور البطولي وقتها ولكن جي جي يا وحش جاء هيث ليتجر بكل بساطة واخذ الدور البطولي في الفيلم وهذا اذا بيثبت لنا شي فهو يثبت لنا انه هيث كان ولد جدا موهوب وحضوره قوي في كل مكان وهذا الفيلم كان اول فيلم في هوليوود من بطولة هيث ليتجر رسميا وكان الفيلم بعنوان 10 Things I Hate About You وللمعلومية ترى الفيلم مرة جميل لمحبي الدراما والرومانسية الممزوجة بالكوميديا ومن هذه اللحظة يا حبيبي وبعد مشاركته في هذاك الفيلم عرض وراء عرض فيلم وراء فيلم افلام وعروض ما وقفت تجي الى هيث ليل نهار يا عمي بعد سنتين من وصوله الى هوليوود شارك بدور ثانوي بجوار الممثل والمخرج الكبير ميل جيبسون في فيلم اسمه The Battery بل انه ميل جيبسون اعجب جدا بشخصية هيث واحتواه طول فترة تصوير الفيلم وعلموا اشياء كثيرة منها كيف يتقمص ادواره بشكل افضل وكيف يدخل في الشخصية ويعيشها كأنه هو بل انه بعد انتهاء التصوير ميل جيبسون عرض عليه هو وصديقه تريفور قالهم يا جماعة تعالوا وصلكم الى مدينتكم بواسطة طائرتي الخاصة انتم متصورين ميل جيبسون يقول لك حياك تعال معايا في طائرتي حياة طبعا اكيد جاسين تسألون نفسكم ايش قصة ام تريفور ذا صديقة هيث ليتجر 24 ساعة معاه يقلع ام اللزقة ذا طلع معاه من بيته الى سيدني ومن سيدني الى هوليوود من هوليوود الى فيلم مع ميل جيبسون ومن ميل جيبسون ايش ذا ايش اللزقة ذا والله في البداية انا سألت نفسي نفس السؤال ترى ولكن تريفور هذا يا جماعة ربه هو وهيث من يوم كانوا لبسين حفظات بامبرز مع بعض وهيث كان ياخذوا معاه في كل مكان ولا تخلى عنه نهائيا اما بالنسبة لليش كان ياخذوا معاه وليش ما تخلى عنه نهائيا بسيطة هيث صديق جيد ووفي وما ينسى اللي يوقفوا معاه من بدايته ما يحتاج لها المهم يا حبيبي وبعدها جات سوني ووقعت معه عقد لبطولة فيلم اسمه سنة 2001 وهذا الدور بالتحديد وبسبب الحملة التسويقية الضخمة اللي سوتها سوني للفيلم هيث صار وجهه معروف في كل مكان تقريبا بوستر الفيلم هذا كان يعرض في كل لوحات وكل المباني والطرقات في هوليوود وأمريكا وجه هيث يا جماعة صار مألوف عند معظم البشر هذه الفترة بس فيه شي غريب حصل لهيث في هذه الأيام هيث لما صار مشهور لما صار الكل يعرف ويصفق له ما عجب الوضع اوكي انا كنت اسعى للشهرة بس يا اخي ماهي جالسة تخنقني يا اخي ما عادني قادر اخذ راحتي زي زمان الولد الاهلوب ويحب يسولف ويحب يطلع ويتمشى ويحب يخالط المجتمع والشهرة بدأت تقفل عليه هذا المتنفس لكن خلاص ما عاد في رجعة الوضع خلاص هذا اللي صار انت مشهور يا حبيبي مش الحال بعدها والى 2002 شارك في فيلم اسمه The Four Father بجوار عدة نجوم من ضمنهم الممثل ديجمون هونزو وعلشان يستعدوا لأدوارهم هو وديجمون هونزو في هذا الفيلم راحوا الى الصحراء وجلسوا مكشتين فترة طويلة وصاروا أصدقاء وتكونت بينهم روح صداقة جدا جميلة في هذاك الفيلم ومرت السنين بعد هذاك الفيلم الى 2005 وشارك هيث في واحد من اهم ادواره واللي ترشح عنها للأوسكار في فيلم بروك باك ماونتن بجوار الممثل جيك ييلون هار الفيلم هذاك اثار بعض الجدل في حياة هيث ليتجر او بالتحديد عند بعض اصدقاء واقارب هيث بسبب انه قدم دور شخصية مثلية في هذاك الفيلم لكن بغض النظر عن الفيلم وعن الجدل اللي اثاره في حياة هيث ليتجر ومن حوله اداء هيث كان خرافي في هذا الفيلم بشكل مرعب ولكن للأسف انتهى المطاف بهيث بدون اوسكار ولكن الترشح لحاله كان كافي ومنصف في هذه الفترة وفي هذا الفيلم برضو تعرف على الممثلة ميشيل ويليامز ووقعوا في حب بعضهم البعض بل انهم تزوجوا بعد الفيلم وخلف منها طفلة اسمها متيلدا ولكن وكعادة معظم المشاهير طلق الاثنين بعدها بسنتين وبالتحديد سنة 2007 المهم مرة الايام وبدأ يختلف بشكل تدريج هيث ليتجر بدأت تجيه حالات ارق شديدة وصار يواجه صعوبات ومشاكل مزعجة في النوم كان ينام يوميا فقط ساعتين كحد اقصى وهذا الشيء اثر عليه بشكل مرة كبير وصار يستخدم حبوب وادوية تساعد بالنوم وشكله تغير بشكل ملحوظ بالنسبة لمن حوله حتى الممثل ديجي من هونزو يقول قابلته بعد كم سنة من تصوير الفيلم هذاك معاه ولا قدرت اميزه معقولة هذا هيث اللي انا اعرفه ما ادري وش اللي كان يقصد بس هونزو لما قال الكلام هذا في الوثائق يتبع ايام هيث ليتجر على طول نزل الدموع وتأثر ولكن غالبا يقصد انه هيث اختلف بمعنى انه فقد روحه الجميلة والعفوية والملحة وربما صار انسان اقل حيوية ممكن بسبب مشاكله مع النوم او بسبب حالات نفسية معينة او بسبب طلاقه الله اعلم بعدها بكم سنة وصل لهيث ليتجر اهم دور له في مسيرة المهنية كلها واللي اخذ عنه مجموعة كبيرة من الجوائز اهمها جائزة الاوسكر لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم فارس الظلام لشخصية الجوكر ما يحتاج اقول لكم كيف كان اداءه ولا يحتاج اشرح لكم قدي ايش هيث انغمس في الشخصية بشكل مرعب جدا ولكن اللي نحتاج نعرفه انه هيث كان جدا مبسوط لما قدمت دور وكان يعتبر نقلة جديدة له في عالم الافلام طبعا لما اهله واصحابه عرفوا انه راح يقدم دور الجوكر ما كانوا مصدقين يعني يا عمي اخر واحد قدم شخصية الجوكر وقتها كان جاك نيكلسون هل راح تقدر يا هيث انك تقدم دور اقوى من اللي قدموا جاك نيكلسون كجوكر مساكين مساكين ما كانوا عارفين وش من جوكر جديد ينتظرهم في شاشات السينما المهم يا حبيبي هيثو علشان يستعد لاداء شخصية الجوكر جلس قرابة شهرين لحاله في شقة مقفل على نفسه يحاول يتقمص شخصية الجوكر جلس يدرس شخصية الجوكر وجوانبها وجلس يتعلم على الضحكة تبع الجوكر وعلى نبرط صوته وعلى ردود افعال كثيرة خاصة بشخصية الجوكر طول هذيك الشهرين وبالفعل قدر انه يتقمص الدور تماما وينغمس فيه وكان واحد من اروع وافضل الجواكر اللي عرفها تاريخ هوليوود تقريبا وكريستفور نولن ما غلط لما اختاره جسد الرعب اللي يخلف الجوكر في كل مكان يدخله جسد المرض النفسي والتخبط والهستيريا وانعدام الضمير اللي نعرف فيها الجوكر على اكمل وجه وانشهرت شخصية الجوكر في كل بقاع الارض حتى اللي ما يعرف مين هو الجوكر ولا شاف فيلمه بمجرد ما توريه صورة الجوكر يقول لك هذا الجوكر معروف كيف عرفته المعروف لا يعرف يا حبيبي ولعظمة اداء هيث ليتجر لشخصية الجوكر ترشح للأوسكر واخذها بكل جدارة ولكن للأسف الشديد اللي اخذ الجائزة بالنيابة عنه هم امه وابوه واخته الكبيرة كيت لان وقتها هيث ليتجر وقبل الانتهاء من انتاج فيلمه وقبل حتى يخرج الى صلاة السينما مات هيث ليتجر في شقةه الان عندنا قصتين لموت هيث ليتجر اللي منتشر في الانترنت والصحف والمواقع الاخبارية القصة الاولى تقول انه هيث ليتجر مات منتحرا في غرفته وانتحاره كان بسبب انه واجه مشاكل نفسية وربما اكتئاب الى حد ما بسبب الارق وقلة النوم وكمان بسبب انفصاله عن زوجته وبعده عن ابنته متيلدا وانه كمان ربما تأثر بشخصية الجوكر بشكل مفرط لدرجة انه الجوكر صار جزء منه فضلا عن انه فيه اشاعات تقول انه كان يناقش موضوع الحياة والموت مع اصدقاؤه بشكل متكذر ولكن القصة هذه كيت اللي هي اخت هيث ليتجر الكبيرة نفتها تماما في اكثر من مرة نفتها في الفيلم الوثائقي تبع ايام هيث ليتجر ونفتها برضو في رد على احد النقات اللي قال انه هيث ربما كان عنده افكار انتحارية هذه القصة الاولى هيث ليتجر مات منتحر اما القصة الثانية هي اللي حكوها اهله واصدقاؤه واثبتها الطب الشرعي اهله واصدقاؤه قالوا هيث ليتجر كان انسان طيب ومحبوب وسعيد في معظم اوقاته ودائما ما ينشر السعادة لمن حوله بمجرد وجوده بينه وبالرغم من هذا كله الا انه في الكم سنة الاخيرة بدأ يواجه مشاكل وصعوبات في النوم وصار يتعاطى ادوية منومة تصرف له بوصفة طبية تساعده على النوم وبعض المسكنات صح انه الارق اثر عليه شوية ولكن ما افقد روحه تماما وقبل يموت بيوم واحد اتصل على اخته كيت تولف معاها بشكل طبيعي جدا وحكاها قد ايش هو متحمس انه يشوف شخصية الجوكر تبعه في صلاة السينما وانه ناوي ينتقل الى مستوى جديد في حياته المهنية والسينمائية تقول اخته كيت كان مرة مبسوط هو يكلمني على الجوال ولا كان باين في صوته اي اثار زعل او كآبة تماما وانه موته مئة بالمئة ما هو الا نتيجة جرعة زائدة من الحبوب المنومة اللي اخذها عن طريق الخطأ على كل حال هذه القصتين المنتشرة في الانترنت والله اعلم ايش الصح منها واش الخطأ واللي زاد الموضوع غموض انه يث كان وحيد في شقةه ولا كان في اي شهود حوالين واللي يعتقدون انه انتحر بسبب اداءه لشخصية الجوكر احب اقول لكم ترى الموضوع هذا بعيد كل البعد عن الصحة وربما يكون خطأ مئة بالمئة لانه بعد تصوير فيلم باتمان ترى صور فيلم ثاني اسمه The Imaginarium of Dr. Bournasus كانت اموره زي الفل وقدمت دور من اروع ما يكون ولا كان فيه اي اثار لشخصية الجوكر عليه في هذاك الفيلم ولا حتى بعد الفيلم برد القصة المنتشرة عندنا انه مات بسبب اداءه لشخصية الجوكر ترى غير صحيحة وطلعوها من دماغكم تماما حلو الكلام حلو الكلام على كل حال هيث ليجر تم العثور عليه ميت في شقةه وبجواره ادوية منومة وحبوب مسكنة تصرف بوصفة طبية وبناء على التقارير الطبية وبعد تشريح جثته فكان سبب الوفاة كالاتي حادثة جرعة زائدة من الادوية المنومة والمسكنات وانتهت حياة هيث ليجر رسميا يوم 22 من شهر يناير سنة 2008 عن عمر يناهز الثمانية والعشرين سنة انا حتى كنت متوقع انه اكبر من كده معقولة هذا عمره 28 يا ساتر عمره 28 وقدم دور شخصية الجوكر بهذا الشكل ايش كان بيسوي لو انه عايش الى الحين يا ساتر كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم